كيفاش تفسروا عتى برشا من الداخلين في قطاع التحكيم قالوا بشي حرب ونفوذك وتأثيرك ومسميوك صحيح برشا فامش كون نسميك فامش كون ليه فامش كون حتى نعطيك بالسمصار رغم لي موش عليك أنتي لكن الكلام واضح انه عليك أنتي خلينا نسميه الأشياء مسمياتها كيفاش ترد على هيرا الكل والله شوف جاءتني إذا جاءت مذمتي من ناقص فهي شهادة لي بأنني كامل الحقيقة واحد الحجة على من ادعاه وكي تقول يعني ليش الجمعة هذية نقول لك هذا قدره الكبار لأني نعتبر نفسي من الشخصيات الكبيرة الموجودة في البلاد متواضعة؟ لا غير متواضعة نعم لست متواضعا مقتل مع الناس لي ما دوم نكون ما نش متواضعة أما لابد اللي يعرفوني يتعامل معي يعرفوني مليح أما كي واحد يتكلم كايز من كون مش متواضعة معهم خاصة وقت الناس يبدوا معروفين معناها في الحكم التاجر أول لعب العقق يعني ما كشكون ما دوم؟ لا معنى يعني أي اذا كان يجيك من عباد كما هييعаний معروفين يعني في المسلك المتاع حم وزملهم معنا causa مش بيش ترجع على ذلك أول واحد سميك مختار دبوس مختار دبوس صديق وأخ ومختار باش نحكيوا لك حاجة كونه كان عندي فضل عليه باش باش يزفه المباريات حتى الودية في بداية كيفاش؟ بصور حكمة هو ولن أستاذ محن وقلت لأنا النجم باش معناها مع الأصدقاء معناها أن نقترحه وهو معناها نقول معناها أعطوه فرصة أخوي كما النس كله كما تكلم على اللعب أعطوه فرصة أخوي خلي زف ما هو إيش دولة كذا أنت صحافي موضوع دورك لا أختي يسألوني واحد علش ما نعطيش شي راي لو تقول لي أنت دورك كي واحد يسأني ودي ما بلاش مقابل لا بلاش مقابل مثلا هاو مختار يسل وعطني فلوس ولله هاو صديقك وزميلك ويخدم معك كيس المختار بيه كيف كيف عادل زهمول كيف كيف ديما بالتلميح اسمك ديما على الثاني تقريبا عادل زهمول شوف عادل زهمول يجب اسئل للحكام القدم والمسؤولين القدم والمدربين القدم على عادل زهمول واكتفي بذلك عادل قعد المدة اللي يدخل فيها للقايمة الدولية قدش قعده قدش خرج مدة صغيرة لا زفر مباراة خارج تونس والعمل دور نهائي شوف اي حكم النجم يعمل ببارات نهائية الحكم اسئل عليه واكتفي بذلك حكيت لكلام في القوف مايش مش نعاوده بالطبيعة مناش تحتاج متحكيف القدم الميكرو والكاميرا عادل زهمول ولا ليه عادل زهمول احنا ماحكيناش بخصوص عادل زهمول ومسيطة التحكيمية ليه قتلك معناه يعني هو حكم عادل يعني ماهوش شوف ماهوش مورا ضدعني سمعني ماهوش ناجي جويني ماهوش هشم جيرات ماهوش قسم بالناصر ماهوش سليم جديدي ماهوش الصدق السالمي يعني ماهوش علي الدريد الله يرحم ماهوش يعني حكم ماعندوش تاريخ في التحكيم هذا يلجانا نقول لك ونعاوده انه نخرج بالنخزر المعناه للسيفي هذا يقول لكلام حتى ندور نهائي في تونس ما عملوش وما مشاش للبرا مايجوش مقابليات ما مشاش الزفر كمشيه الحكام هذا يقول لك معناه عادل يعني غير مؤهل باش يقيم حتى الحكام هذا وجهة نظره متاعرة امين برك الله كيف كيف وجه لك برشة اتهامات قال انك دخلت باش تخرج ناجي جويني ويجمع علي معاه وكيف كيف باش دخلت انت وحطيت الناس الجدد اللي يجعلوا الادارة للتحكيم ورادة دعمه شمجيرات ويجمع علي معاه اولا شوف نعود للجواب اشترى الجواب خريطه بالنسبة لنعيم قلت نعيم نعيم حسني امين سينورمال هو كان موجود في المنظومة اللي خرجت هذه من حق وراويش يدافع على من حق ورايوه نحترموه انا ادخلت باش نحيط نجي جويني استحالة نجي جويني عمل الاستقالة ونجي جويني دفعوه الاستقالة دفعوه الاستقالة اولا ندفعوه معناها شكون اللي يدفعوه كمال يدير كيفاش يدفعوه كمال يدير المثال عادل زهمول قال احكيت معاه قال اللي انتي معاتها رجعت نافذ كي انك في قطاع التحكيم هذا حسب كمال يدير على لسان عادل زهمول استحالها ويسألوا كمال يدير استحال مش يقولوا لان الحكاية مش موجودة جمع عادل كيك عادل عادل نرمال اللي ريت كانت اسأل ويقول لك حاجة عادل زهمول اسأل المدربين وزمالها الحكام والمسؤولين اللي يجاوا في فترة تعادل ويعرفوه طيو يعطيوك عادل شنو كدرك عم بتفكر انتي تم في مرجعتش نافذ معنا اليوم في قطاع التحكيم على شكونا انا كنت موجود باش نرجع لا كنت موجود كيفاش كنت موجود في الكواليس قبل كيفاش اترى نجيب للتفاصيل بعض مع وديع الجري لكن اليوم يقولوا انك رجعت امين بالكلام قال كمالي دير مطالب انه يوضح علي اكتوبك وشكونوا امين البركالة باش يوري الكمالي دير باش يعملوا ما يعملش مشكونوا امين البركالة رأي وهذاك هو مثلا كل واحد يخرج حكم يتكلم على كمالي دير ماناش نتفع على كمالي دير انا ولا غيره يعني يزم يخرج هو يوضح له ويخرج غد حكم اخر ويخرج غد لاعب يخرج مدرب معناها يقول كمالي دير ولا غير ويوضح للبركالة والغير بركالة مصحيح علش اسم القاري دول علش انت بالذات الاتهمات دودار حولك وسامة سلمي كيف لمحلك ما سميكش لكن واضح نحنس كل تعرف انه يحكى لك انتي معناها علش علش لقوتك انا راني حب ومحبوش راني شخصية رياضية موجودة ومن سنوات لو انت قوت لوديع الجيل اقبل الوديع ومعانها ضوم وبعدها ضوم رانيه اسمعني رافي مليحة انا موجود قبل وتوى وبعد دي ما نقود موجود حتى مدام انا نجم التكلم والصياب يتحرك وعيني ومخي فكر راني ما نقود موجود خطر عندي علاقات عندي علاقات في مع المدربين مع العيبين مع الحكم معتي علاقات مثلا انا اسلام المددب لو انا وياك مثلا انا ما نعرفكش انتي وانا حاجتي بك عندي كيفيش نوصل لك من غير منك المكان ظولي واضح إذا انتي مهم وأنا حاجتي بك سهل يا يسر باش نوصل لك من غير ما أنا نكلمك لناولوجي النيفون ولو نطلبك ولو نبعدك بي سجل زل وضح ريش نقصد مثلا انا كنا نبدأ واحد نحب نوصله باش ننتعامل معه ولا ننتكلم معه ولا نحكي معه نتعامل معه في شنه باش نعرفه باش نتعمل باش نحكي معه باش نتعامل معه في شنه مثلا انا انا قلتك قال انك دخلت في دربي ياسين حروش مثلا بدلت التراجي من بنك البنك تراجي فارت عليها تطلع بالجري انتي افارت على هذا ولا انا حروش هو الحاكم انت على المقابلة دي كما مسؤولة نجم تاخده تطوب ولا غضو ولا ياريت تجيبه طوي يحكيلك انتصلش بيه ومعنديش بيه حتى علاقة وساما السلم يقول في كلام مورس العادي وساما يزمك تعرف هذا الشخص هو اشن هو مثلا انا كنت دخلت لماذا ما قلت كل ماتش ضد التراجي ماذا ما انا بتعمل على التراجي نقول لي كل ماتش مبدل لهم المراول ما هو المشكل انا حليت عليك الكتاب شوية واسألت هكذا برشة ناس يقولوا انك انت معتها ما عندك صاحب اللي معتها يخلص اكتا خلين نقول كلمة كما هو انت معها عندك علاقات مع التراجي ريفي تونسي كيف كيف مع بعض المسؤولين قراب لك رئيس نادي حمد المدى بصحاب انت ويه نرجعلك ونقول لك انا انا راني شخصية رياضية يحبوا ولا محبوش عندي علاقات مع نفس كل رؤسان نوادي اغلب رؤسان نوادي عندي بهم علاقات كنقول لك علاقات مثلا نعرف ويعرفني مثلا فما لينكلموا فما لينكلمني نجي واحد يستشيرك في حاجة ولا تستشيره عليكتك بحمد المدى بكبر من هكا تمشي باحظة الدار حمد المدى بمشيت في الدار استدعاني في الزواج بنته كهو كهو كما استدعان عليها تقريبا الميات ولا الالاف اخذيت ما عنده فلوس فلوس شنوه شعطيني حمد المدى بفلوس ليانا شنوه ما نراش نسل فيه فلوس على شعطي فيه فلوس حمد الله يقوله قبل الدربي هذيك نفسه اعطاني حمد فلوس لا كمانش السؤال لحظة خانكمل السؤال وبعد جوابني يقال انك كلمت حمد المدى ب قلت له نحي زياد تلمساني من مهام تاعه اللي كان وقتها هو مديرياري في الفريق سينوه بش تخسره دربي ذاك اسمعني حمد المدى موجود كل عادة ديما تجي حاجة هكا الشخص الحمد لله هذوم الناس اللي تسمي فيهم الكل مزاله على قيد الحلقاء يبا رب يعطيه الصحة هو اللي جبتهم الكل واحد سهلة تنجم تنجم اليوم نحب ناخد جواب منك انت كيفيش هذا يصير وبعد العام البعد نطلب نقلو نحي رياض بالنور ورياض بالنور ان شاء الله ديما موجود وهو موجود ويعني رياضة معنى يجب كل مرة نقلو نحي رياض او انا نحب نحي زياد باش يخسر الماتش قتليه وشنوه بس في نور بشي اخسره دربي ذاك وعليش الماتش هذاك اجيتو فيه برد اذا كان ما نحال زياد ايه طو هذين نفرض اذا كان فهمت واحد ما بينتنا اذا سارت يخرجت وانا يا خرج حمدي المادة اتناش متسالوا وانا اتناش متسالوا اتناش متالش على التالي فونات كان فهم انك يصال اصلا رياض بنو كيف كيف صديقي ذات ينسير صديقي رياض ما قلت كنا راني قديم مش قديم علاقتي بيه عادية كما عادت كما عادت معناها مسؤولين رياض عندو عديد السنوات في الاسفيروس كي تسمح الفرصة متقابله عنا بارشة متقابلناش ونتقابله ساعات مع عبادة رياضيين يمكن ولين ما نتقابلوش خطر رياض يشيش وانا لا يمكن هذه كريم عندها قيمة ما رياض عنا بارشة متقابلناش ولكن اكون لهو كل الاحترام والتقدير مممممم